كان هناك شابا في الحج في عرفات وهذا الشاب يحمل شيخا عجوزا على ظهره وقابله أحدهم فقال له جزاك الله خيرا لبرك لأبيك أنت تحمل أبيك على ظهرك في هذا الحر الشديد في عرفة ثم أخذه بعد ذلك إلى مزدلفة بعد النفرة ثم بعد ذلك أخذه من المزدلفة تن يوم إلى منا فقال له جزاك الله خير وإياكم يا عمدة الله أحفظكم يا حبيبي يا عمدة ربنا يبرك فيك فقال له جزاك الله خيرا لبرك بأبيك قال له ليس أبي وهذا الشاب ليس عربيا والرجل عربي فسبحان الله قال لما فعلت ذلك سبحان الله أنت تحمل هذا الرجل من عرفة من جبل عرفات ثم إلى المزدلفة ثم من المزدلفة إلى منا وهي أن يتحمله على ظهرك في هذا الحر وهذه المسافات الكبيرة لماذا؟ وظننت أنه أبيك قال يا أخي أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة هي دباء خوة الإيمان ليست خوة الدم هي دباء خوة الإيمان التي تجعل الناس يتعاملون مع بعضهم البعض برحمة ورأفة وحب ومساعدة وهكذا الإسلام فعلاً اللي بيفهم الإنسان الإنسان اللي بيفهم الإسلام فهم صحيح هو ده الإنسان فعلاً يا جماعة اللي يعني بيتعامل مع الناس بأخلاق الدين فهذا الشاب ليس عربياً قد يكون من دولة أوروبية أو دولة أو من أمريكا أو من غيره ولكن مسلم بحق قرأ في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة فحمل هذا الرجل العجوز على ظهره وخدمه وكل هذه الخدمة شديدة جداً إحنا كنا ركبين في الحج من عرفات للمزدلفة والناس بتشاكل على المكان في المزدلفة ففيش مكان عشان يجيبوا منه الجمار وغيره وصلينا وبايتنا في المزدلفة وتاني يوم طلعنا على يعني إرهاق في الباص والناس بتشاكل في الباص فما بالك هذا يحمل هذا الرجل العجوز على ظهره بس مجرد مقرأة في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة رسالة كبيرة جداً ياريت نفهمها